أكدت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن اعتزاز جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتثمين سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا وكافة الجهات المساندة يمثلوا دافعا للمواصلة بنفس الوطيرة والعمل بروح الفريق الواحد بما يصهم في الدفع بمسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في التصدي لجائحة فيروس كورونا وشادت الصالح بجهود الموظفين وحرصهم للحفاظ على الأمن الصحي للمملكة عبر عطائهم المستمر في مواجهة الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا وما تم بذله من جهود جبارة وتضحيات عظيمة وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من الجهود للوصول لنجاحات المنشودة حيث إن هذا التقدير الملكي يمثل دعما لا محدود للكوادر الطبية في مختلف المواقع وتكريم العطاء الوطني المخلص الذي يسعى إلى جعل مملكة البحرين الموذجا متقدما في القطاع الصحي والإنساني جاء ذلك لدى تفضل سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بتسليم وسامي الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من منتسب وزارة الصحة إنفاذا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء لكفة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وكفة الجهات المساندة وقد هنأت الوزيرة الحاصلين على وسامي الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي من منتسب وزارة الصحة مؤكدة مواصلة العمل وبدل المزيد من الجهود المخلصة لتقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية بأعلى جودة ممكنة لكفة المواطنين والمقيمين وتمنية لهم التوفيق والنجاح لتحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين اليوم طبعا يوم عزيز على قلوبنا اليوم اللي استلمنا فيه وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي هذه الوسام أكيد يمثل شيء كبير عندنا جميعا بمختلف منتسب وزارة الصحة مدراءها وموظفينها طبعا إحنا إدارة تعزيز الصحة كان لندور في الجائحة في نشر الوعي الصحي حول فيروس كورونا وكيفية تصديله أيضا كان أخصائي تعزيز الصحة قاموا بتقطية الخط الساخن وذلك من أجل الرد على استفسارات الجمهور خلال الجائحة طبعا هذا اليوم يوم سعيد بالنسبة للجميع والشعور ما يوصف ومصدر فخر من تقدير طويل العمر وطبعا ما بغريب على شيخنا دايما نقدرون جهود الجميع وهاي أقل شيء ممكن نقدمه حاقي بلدنا طبعا اليوم بالنسبة لنا هو يوم نفتخر فيه وجدا شرفنا أن حصلنا على وسام سمو الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وهذا فعلا يدل على مدى اهتمام الحكومة الرشيدة بالكوادر الصحية والكوادر الطبية ودورها المهم جدا في أثناء الجائحة اللي مرت علينا في مملكة البحرين طبعا الشعور في هذا اليوم لا يوصف هي لفتة جميلة من سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لالعاملين الصحيين وبالذات من كانت لهم بصمة في مكافحة والتصدي لهذه الجائحة التي وصلت إلى مملكة البحرين والطاقم الطبي كان في الدرجة الأولى في القيام والعمل الدؤوب ليلة نهارا في التصدي لهذه الجائحة ترجمة نانسي قنقر